مهم، البثق ألو مفقود البث مفقود يروي حكاية مقتل ابنه ماجد الذي أخذوه للحرب في جبهة علب الحدود السعودية دفاعاً عن المملكة لكن ماجد ذهب ولم يعد هو أو جثته السعوديون أرسلوا لوالده ثلاثة آلاف ريال سعودي هي رواتبه وثمنه معاً من الله ثلاثة آلاف سعودي أصلوا لابد السلام منه مائة واربعة وستين ألف واربعمائة قصة العام عبدالله الخولاني يرويها عن أولاده الذين ذهبوا للمعارك على الحدود السعودية ابنه ماجد قتل شقيقه محمد أصيب في جبهة البوقع وما زال منذ ثلاثة أشهر يتلقى العلاج في مأرب فيما الابن الآخر سيف ذهب إلى البوقع لكنه عاد بعد ثلاثة أشهر العام عبدالله الخولاني يروي حكاية تختزل أوجاع اليمنيين في حربهم وتختزل قصص مئات الشباب من من تم استقطابهم وإرسالهم إلى الجبهات داخل الأراضي السعودية مقابل مبالغ مالية ووعود بالتجنيد لكن أي من ذلك لم يحصل ورحمة الله مستطع أن نبني قيش نسوقهم إلى محارق هذا معيب معيب أن يذهبوا أولادنا الآن إذا قد تبحث عن أبناء المنطقة هذه ما يقابل عشرين فرد الآن الذي سقطوا في البوقع لم تصل قهة ثوب ارتفعت الأصوات مؤخرا في تعز مطالبة بالكشف عن المتورطين بالسمسرة وعملية التجنيد وسط تأكيدات أن قيادات عسكرية عملت على جلب المقاتلين من الجبهات إلى الجبهات الحدودية مقابل عمولات نظير كل مقاتل وغادرت من محافظة تعز إلى ماريب وكان هناك في تشكيل اللواء للأساس على القتال في محافظة القوف وكلها أراضي أمنية فتعسكرت معهم هناك ثم قادت أوامر في أن اللواء ينتقل إلى محور علب إلى قبهة علب فدخلنا إلى هناك إلى الحدود السعودية وقاتلنا ثمانية أشهر كيف ختم حدود السعودية؟ ختم بجوازات دي دخلنا البطائق واستمرنا هناك ثمانية أشهر في القتال وحققنا بفضل الله وحمده انتصارات كثيرة وبعد ثمانية أشهر طلبنا منهم أجائز فرفضوا أن يجيبوا لنا أجائز أربعمائة فرد طالبنا بالترحيل وترحلنا جاءت أوامر بالانتقال لجبهة علب سرعان ما تبخرت الأمال أمام المقاتلين على حدود المملكة فلم يحصلوا على رقم عسكري أو ما يثبت انتماءهم للمؤسسة العسكرية اليمنية أو حتى رواتبهم الموعودة يقول محتجون أن هذه المحارق التي يتعرض لها المقاتلون اليمنيون على الحدود السعودية هي نتيجة استغلال الحاجة المادية واستغلال الاندفاع لخوض المهركة فيما يرى مراقبون أن عدم وضوح المعركة التي تخوضها السعودية وتعاملها مع اليمنيين كمرتزقة على حدودها يضع تساؤلات كثيرة إذا ما كان اليمنيون يخوضون حرب استعادة الجمهورية والدولة أم أنها حرب سعودية حيث تسببت عمليات التحشيد للقتال على حدود المملكة في إغفال المعركة الوطنية ترجمة نانسي قنقر